اعتبر ده مجرد وقود لإذكاء الروح الوطنية اعتبر ده غزاء للعقول فكر فيه وانت بتشوف معانا هذا التقرير في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية الجيش المصري بذكرى؟ لا مش بذكرى بعيد الميلاد التاسع والاربعين لانتصارات أكتوبر العظيمة المجيدة قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر رحمة الله عليهم كمان ترقص فخامة الرئيس السيسي النهاردة اجتماعا للمجلس الأعلى لقوات المسلحة قدم التهنئة للشعب المصري ولأبنائه من رجال قوات المسلحة بمناسبة لاحتفال بذكرى أو بأعياد ميلاد تجديد أعياد نصر أكتوبر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعازفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة موسيقى ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة حيث قام بوضع إكليل الظهور وقراءة الفاتحة على روحه الطهرة كما ترأس سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات أكتوبر كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من أجل رفعة الوطن اشتركوا في القناة